شارك في الاجتماع ممثلون عن الحكومة السورية وفصائل المعارضة والدول الثلاثة الضامنة للسلام ألا وهي روسيا وإيران وتركيا ومراقبون من الأمم المتحدة والأردن ولبنان إلى جانب ممثلين عن كازا خسان وفقا للجدول الأعمال عقدت الأطراف محادثات ثنائية وثلاثية على مدار يوم الثلاثاء فيما سيعقد الاجتماع العام اليوم الأربعاء وقال الممثل الخاص الرئيس الروسي إلى سوريا أليكساندر لابرينتييف يوم الثلاثاء إن هذا الاجتماع تمتع بمعنى خاص لأنه يعقد بمناسبة تصادف الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية مشيرا إلى أنه على الرغم من دعوة الولايات المتحدة إلى المشاركة في الاجتماع في نفس اليوم إلا أنها مشغولة بشؤون أخرى فلم تتخذ قرارا واضحا بحل القضية السورية كما أعرب لابرينتييف عن أسافه عن غياب واشنطن لافتا إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قادة السورية لا تساعد على حل القضية السورية بل هي عقوبات على جميع أبناء الشعب السوري وأوضح لابرينتييف أن مكافحة الإرهاب لا تزال قضية رئيسية تواجهها جميع الأطراف في محادثات السلام السورية هذا وتكررت النزاعات المسلحة في سوريا مؤخرا خاصة في منطقة إدلب حيث يعيش إلى جانب التنظيمات المتطرفة حوالي مليوني لاجئين في المنطقة ما فاخم من الوضع ليغضو أكثر توترا موسيقى